بضيفنا خبير الشأن الإسرائيلي الذي ينضم إلينا خلدون البرغوثي مرحبا بك سيد خلدون أنت تنضم إلينا عبر سكايب من رام الله وأبدأ معك بآخر ما استجد بشأن وفد إسرائيلي ذهب إلى القاهرة للحديث أو للتفاوض أو لبحث اتفاقية بشأن المحتجزين والأسرى لدى المقاومة الفلسطينية ما هي الخطوط الحمراء لدى إسرائيل التي هي ليست مستعدة لدفعها في هذه المرحلة؟ حتى الآن لا تزال هذه الخطوط غير واضحة بمعنى أن كل شيء وارد الحكومة الإسرائيلية تواجه أزمة ووطن داخلية خاصة من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة هناك مسؤولون أمنيون ومسؤولون سابقون حتى زعيم المعارضة يائر لبيد كلهم أشاروا إلى أن إمكانية إجراء صفقة قد تفرغ السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين واردة وزير الدفاع السابق ورئيس الأركان السابق شؤول مفاز قال يجب على إسرائيل أن تدفع الثمن حتى لو كان بإطلاق صراح كافة الأسرى الفلسطينيين هذا الموقف تبناه أكثر من إسرائيلي وحتى لو كان الثمن هو إفراغ الأسرى الآن الحكومة الإسرائيلية تعمل على المستوى الاستخباري للبحث عن الأسرى في قطاع غزة تحاول أن تستخدم الضغط العسكري ضد المدنيين كما يحدث في القطاع بارتكاب المجازر وعمليات التهجير من أجل ربما رفع أو التلاعب بالثمن الذي يمكن أن تدفعه لكن كمرحلة أولية في النهاية هناك اتفاق سيتم بلورته ورئيس الموساد يتولى هذا الملف كما قال نتنياه وهو في رحلات مكوكية بين الدوحة والقاهرة وتل أبيب من أجل بلورة هذا الاتفاق الأمور لا تزال في بداياتها وكل شيء قابل إما للتحقق أو للانهيار الأمر يعود إلى مزاج نتنياهو تحديدا نتنياهو خاصة أنه يخشى ومعه في المستويات الأمنية يخشون من أن يؤدي وقف إطلاق نار في إطار صفقة حتى لو كان محدودا في بداياته لثلاثة أيام أن يتحول إلى دائم وهذا يعني الإخفاق التام في الحرب على قطاع غزة من ناحية الأهداف وليس من ناحية الخسائر على الأرض بالطبع هذا يقلق نتنياهو لأنه سيدفع الثمن لاحقا هو سيدفع الثمن على أي حال لكن حسب النتائج على الأرض ستكون ربما العقوبة أو الحساب العسير الذي ينتظره لذلك نتنياهو يرفع في الثمن الذي يريد أن تدفع المقاومة بمعنى زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين وتقليل ما يمكن أن تقدم إسرائيل بالمقابل من ناحية وقف إطلاق نار السماح بإدخال مساعدات إنسانية وغيرها